صباح الخير تكلمنا في الفيديو اللي فاتت قارفات عن الهيتروفس وهي اهم واحدة في مين اهم واحدة في الانتستان الفلوكس لان هي دي اللي موجودة في مصر بقيت الانتستان الفلوكس هنتكلم عنهم في الفيديو ده وهم اربعة سهلين هنتكلم عليهم واحدة واحدة بس تعالى نتكلم اول واحدة عن هذه الفاشيولوكس بوسكاي لان هي اخطرهم واسواءهم ليه لانها كبيرة الفاشيولو بوسكاي دي قد لان ممكن توصل لسبع صانتي كبيره كده ترماتودايا كبيرة ومحترمه ثم يأ hypoc esca Londres على عكس بقيه الانتستان الفلوكس وكله است Burns المرض perimeter خطير قوي. طيب هذه الفشولوبسس بوسكاي زي ما اتفقنا هي كبيرة في الحجم وهي اكبر ترماتوداية بعد الفشولة يعني هي والفشولة سواء بسك مننا مفيش ناس كتير منكم بياخدوا في مناهجهم الفشولوبسس بوسكاي فعشان كده بنقول لك ان الفشولة اكبرهم لكن الفشولوبسس اكبر منها. هذه الفشولوبسس منها كبيرة فبيسموها الجايانت او اللارج انتستاين الفلوك. موجودة فين? موجودة في الفار است. كل اللي احنا هنكلم عليهم دلوقتي دولو موجودين في اسيا وبالذات في حتة في الهند اسمها السام ريجون. منطقة السام ريجون دي مشهورة هناك بحاجة. قال لك الناس هناك بيحبوا ايه? بيزرعوا هناك نباتات وبيزرعوا الشاي والكلام ده. البلد مشهورة بالزراع. في هذه السام ريجون فيها نباتات زي الكالتروب. الكالتروب ده حاجة عاملة زي ورد النيل كده بتتزرع في المناطق اللي في الترع اللي عندهم. حاجة زي اللوتس. الروتس بتاعت اللوتس. البمبو اللي هو بتاع الخشب. حاجة عاملة زي ابو فاروة. تعرف ابو فاروة اللي هو البتاع الكبيرة دي اللي شبه البندوقة بس كبيرة شوية تحط في الفرن لحد ما تقطق تقطق وفي الاخر بقى طعمها عامل زي البطاطا دي حاجة زيها بس اكبر شوية لتشست نوت دي المهم ان هما هذين نباتات عندهم عادة غريبة قوي ان هما بيحبوا يقشروها باسنانهم فلما بيقشروها باسنانهم بيكلوا معاها الانسيستد متاسر كاريا بتاعت الفاشيولوبسس بوسكاي فبتعديهم عشان كده الفاشيولوبسس بوسكاي طب تعالنا تاعرف على قصة حياتها هتلاقي قصة حياتها متشابهة جدا مع كل قصص حياته الترماتودات وبالذات بتاعت الفاشيولوبسس بوسكاي بتبتديك قصة حياتبازل بني آدم اللي اسمول انتستين وخصت اديودينام وجوجينم بتاعته فيها دودة كبيرة اسمها ايه اسمها فاشيولوبسس بوسكاي عدا جول تنزل الايه فاشيولوبسس بوسكاي عمالت تنزل الاجز بتاعتها في الايجز علشان تكمل دورك حياتها لازم تنزل في الفریش ووتر في مية علشان ايه؟ علشان تكمل الماتيوريشن بتاعتها بعد كده تفقس وتطلع ميراسيديام كتكود بقى الميراسيديام ده يبتدي يتحرك بالأهداف بتاعته ويتعمل في المية لحد ما يدور على السنيل المخصوص بتاعه والسنيل بتاع الفاشلوبسس حاجة اسمها سيجمنتينة ممكن يبقى بلانورباد سنيل يعني اي فريش ووتر سنيل ليل ان هي بمنتشرة في الفريش ووتر فلازم فريش ووتر سنيل اللي اشهرهم هو اللي اسمه سيجمنتينة سنيل هتخش جوه السيجمنتينة سنيل وتبتدي تتقاصر وتعمل سبوروسيست وريديا وتنتهي في الاخر بايه بسيركريات كتيرة بسيركريات الافات من السيركريا نيسيبوا السنيل وينزلوا ايه؟ في المي هذه السيركريا بقى هتدور على ايه؟ هتدور على الاخضار بس اي اخضار لا النباتات اللي احنا اتفقنا عليهم اللي هم الووتر تشيسنات والووتر بامبو والروتسوفلوتس والووتر كالتروب اللي هي الحاجات دي هذين النباتات هتقعد عليها ترمي الدين وتتحول الى انسيستد ميتا سيركريا ييجي بقى البني ادم يعمل بيلنج لهذه النباتات بسنانه يبقى يمسك النباتات دي وبتدي يعمل بيلنج بسنانه ويعشرها كده بسنانه فياخد الانسيستد ميتا سيركريا انسيستد ميتا سيركريا تنزل جوه الانتستن تطلع منها اجزيستد ميتا سيركريا والاجزيستد ميتا سيركريا دي فالشروبسوسيس غنانة تبتدي ان هي ترشأ نفسها بالسكرز في الميوكوزة بتاعت وتعيش وتكمل دورة حياتها تاني يبقى من هذه دورة الحياة حنستفيد ان انا مين عندي الديفينيتيف هوست البني ادم طب هل عندي ريزرفوار هوست قالك اه قالك ريزرفوار هوست ومهمة اوي اللي هو الخنزير البيجز يبقى هي البيجز الخنزير بتاكتأز ريزرفوار هوست مع مين مع الفاشيلوبسس بوسكاي وممكن تتصب الفاشيلوبسس بوسكاي طب فين الهابيتات سمول انتستين بالزات فين قالك الديودينا والجوجنا معشان كده بتعمل اعراض تشبه شوية اعراض الديودينا لانها قاعدة فوق قاعدة ناحية الديودينا طب مين الانترميديا توست عندها واحد اللي هو الايه السنيل اللي هو فريش ووتر السنيل اللي منهم من سجمنتين طب ايه الانفكتف استيج والمودف انفكشن قالك المودف انفكشن عن طريق ان انا اعمل او ان انا اشرب الانستينت سيركاريا دي في مية ملوثة مين الدياجنوستيك ستيج لو انا اخدت عينة من سطول بتاع العين ده حلائي مين حلائي الاجز اما الادلت فمسكة في السكرز كويس فين جوه الميكوزة بتاعة السمول انتست تعال بقى نشوف كلينيكال بيكتر والباثوجينيس بتاعها وازاي بتعمل الباثولوجي عنيف شوية للعينين دول الدودة دي دودة كبيرة بتاع سبعة سنتي كده قاعدة سدة اليوم بتاع السمول انتستين فبتعمل تعمل تروماتيك افك تعمل تخبط في الميكوزة تخبط في الميكوزة فبتعمل لها انفلاميشن بتجرح فيها ترومة بالاضافة اللي ان هي عملت طلع توكسنز عملت اكل وتشرب وتتخرج حاجات وتطلع شوية انتجنز فجهاز المناعة بيرد عليها وبعتلها شوية ازينوفيلز كتير كده يلعبوا معاها فتعمل انفلاميشن في المنطقة هي بعملت تطلع انتجنز وجهاز المناعة يرد عليها بخلايا زي الازينوفيلز يرد عليها بانتيباطيز ويرد عليها برياكشن فبتعمل انفلاميشن ناتج الانفلاميشن ده انها ممكن تعمل تقرحات كمان في الانتستين فبتعمل لي ألسرز طيب فدلوقتي انا عندي السمول انتستين بقت متقرحة وفيها انفلاميشن وفيها مشاكل العيان ده هيجي يشتكي بإيه هيشتكي من إيريتاشن إيريتاشن ده دائرية عمال على طول عنده دائرية عنده إسهال والسمول انتستين الميكوزة بتاعتها بقت متهربدة وفيها ألسريشن فمش قادرة تقدي وظفتها بشكل كويس فما بتعملش أبزوربشن كويس للكونتنت الموجود جواها فالعيان بيبتدي يبقى عنده هايبوالبيمينيميا لما العيان بعنده هايبوالبيمينيميا يبتدي يورم من البروتينز لما تقل في جسم العيان ويبتدي يفقدها مع الستول أو أن هو ما بيمتصش بروتينز أساسا فالجسم كله بيكمع مية ومن ضمنها أنه هو بيعنده استسأة زي الأسايتس ممكن توصل إن هي تعمله أسايتس ما بيمتصش حاجات كتير زي بالذات الفيتامين بي 12 فعنده فيتامين بي 12 ديفيشنسي بعنده أنيميا الدودة دي الدودة دي بما أنها كبيرة وبيبقى معاها إزينوفيلية عالية وبتعمل انفلاماتوري ري أكشن وأليرجيك ري أكشن عالي فالعيان بيبقى عنده أليرجيك مانيفيستيشنس قوية شوية في صورة ضعف عام والضعف العام ده كمان بيبقى سببه إنه هو عنده مال أبزوبشن لكل الفيتامينز وكل البروتينز وما بيمتصش حاجة فعنده أسينيا وعنده إديمة كمان بسبب المال أبزوبشن وممكن يموت بسبب البروفاوند التوكسيميا دي يعني ممكن يبقى عنده أليرجيك مانيفيستيشنس أرتكاريا وإديمة وتوكسيميا تخليه موت تعالى هنشقصها هذي تودة هنشقصها إزاي والحاجة الهيستورين اللي عنده جاي من منطقة الأسام في الهند أو جاي من أسيا وبيعمل وكلينك البيكتشر المميز فيها قوي إنه هو ماشي ضايرية زي انتستاين الترماتودة كلهم بس كمان معاها توكسيميا مفيش توكسيميا مع انتستاين الترماتودة غير مع الفاشلوبسيس بوسكاي وإديمة طيب لو عملت له سي بي سي هلاقي عنده إيه هلاقي عنده ماركت إزينوفيليا إزينوفيليا عنده عالية لأنه هو الدودة دي بتعمل انفلاماتوري رأكشن عنيف ممكن ألاقي لوكوسايتوزز لأنه ممكن كمان الألصوريشن دي تخش عليها بكتيريا يبقى عنده secondary bacteria وحاجة تانية هلاقي أنيميا هتلاقي إيه هتلاقي فيتين بيتوولف ديفيشنسي أنيميا لو عملت له ستول إيجزامينيشن هتلاقي البيضة بتاعتها البيضة بتاعتها شبه البيضة بتاعت الفاشيولة أوفل كده ويلوش براون وهتلاقي لها أوبركلم ليه معظم الإجز اللي انت بتلاقي في الستول يلوش براون عشان بتبقى واخدة السابقة بتاعت البايل بتبقى بايلستيند فبيبقى لونها يلوش براون لو الديتو بيروجيتف يعني الديتو شربع ولا حاجة ممكن ساعتها إيه تلاقي الأضلت دي تنزل في الستول علاجه براوزي كوانتال تفقنا كل علاج الدراماتودة براوزي كوانتال طب إزاي أعمله كنترول قال لك أول حاجة أنا عندي عيانين أعالجهم لأنهما دور سورس وعندي شوية سنيلز فأنا يريد أكسرهم وعمل سنيل كنترول بعد كده قال لك البلانتز دي من فضلك لو أنت هتعمل لها بيلنج بايتيس أو هتاكلها متاكلها 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 فأنت ممكن يريد حتى بس تغليها كده تحطها في مياه مغلية لمدة ثواني معدودة تقتل السيستم السيركاريال فيها أو تطبخها متاكلش إن هي متاكلش ناي وأفويد بيلنج بايتيس أعرفهم إن ده غلط إن هم المفروض إيه ما يعملوش كده قال لك بقى إيه النايت سويل ما تستخدمهاش كسمات مين النايت سويل دي اللي هو ليلا كده سموها النايت سويل لأنه حد جاي في الغيط بيعمل دفيكيشن في الغيط كده بالليل وما حد شايفه فهذه بيسموها النايت سويل بيستخدمها كسمات عضوي يصحى الصبح بقى يمسياختوها يستخدمها كسمات عضوي فقال لك ماشي وممكن نستخدم هذي النايت سويل كسمات عضوي بس الأول نعملها تريتمنت بي كيميكالز علشان تموت أي هدود موجود فيها وأي سيستب ميتس الكاريا موجودة فيه تعالي ناخد بقى إيه اتنين سوغنانين واحدة اسمها ميتا جونيماس يوكو جاوي ميتا جونيماس يوكو جاوي دي موجودة في الفار إست وواحدة اسمها إكاينوستوما إلوكانم هذي الميتا جونيماس يوكو جاوي أخت الهيتروفس وموجودة في مصر برضو بس دي موجودة في الفار إست يبقى دي أخت الهيتروفس اللي موجودة فين في الفار إست ميتا جونيماس يوكو جاوي عندها الساكرز اللي هي البامبي اللي في النص الفنترل والجنتل سكر هما مع بعضهم بتسميهم الجينيتو أسيتابلا وبتبقى محدوفة على جنب هذه الدودة الريزيرفور هوست بتاعها هما القطة والكلب وممكن معاهم الخنازير بتتنقل عن طريق الانترميديت هوست بتاعها الفيرست انترميديت هوست بتاعها سنيل بس مش أي سنيل مش زي الهيتروفس السنيل بتاعها هنا هو الميلانيا سنيل والسمكة بتتنقل عن طريق سمكة فريش ووتر فش اسمها بليكتو جلوسس ألتيفيلس مش مهم الأسامية ممكن أي فريش ووتر فش تنقلها وبتعمل لي بس هي زي الهيتروفس بالضبط إن هي ممكن تعمل إج إمبولازم إن هي صغيرة في الحجم زي الهيتروفس والبيت بتاعها سغنن زي البيت بتاع الهيتروفس فممكن تعمل إج إمبولازم يبقى شبيهة الهيتروفس أخت الهيتروفس من تجون مسيكو جاوي بتفرق عنها بس في السنيل والسمكة السنيل اسمه ميلانيا السمكة اسمها فريش ووتر فريش وممكن إن هي تيجي للبيكز وبتعمل إج إمبولازم زيها ودي موجودة في الفار إيست أما الإيكاينوس تومة إلوكانم دي أمورة دي دودة رشيقة دي دودة رشيقة دي دودة رشيقة دي كيانوس توم إلوكانم موجودة في أسيا مش موجودة عندنا مين بقى الريزرفار هوست بتاعها قالك موجودة في البط والويز والدكس والجيز وبتاعة الفرن ممكن رودنت ممكن كارنيفورز ممكن البرد أي الطيور والحاجات دي والمان كده بيجي بالصدفة يعني هي بتحب الكائنات دي أكتر من المان ما بتروحش للمان هي ترماتو دايا برضو من فكتف استيج بتاعها وعندها اثنين انترميديت هوست من الفرست انترميديت هوست بتاعها قالك ماشي سنيل برضو بس ممكن السمكة وممكن التاد بولز التاد بولز دي حاجات شبهت ضفات عكده ممكن الفرست انترميديت هوست بتاعها يبقى سنيل وممكن يبقى سمكة وممكن يبقى تاد بولز والسكن انترميديت هوست ممكن سنيل وممكن سمكة برضو يعني ممكن سنيل ياكل سنيل وسنيل يأكل سمكة فالfirst intermediate host snail والsecond intermediate host snail وسمكة هو هو دي بتعملي mild disease ما بتعملش ايه مشاكل خطير بس هي دي في الوقت هم سموها إكاينوستومة علشان بقها حوالي شوية سنين كده يعني عندها كولر من السنين فسموها استومة يعني mouth إكاينو يعني عندها سنين سبايني ماث يعني اخر واحدة واحدة اسمها جاسترو ديسكايدس هومينس جاسترو ديسكايدس هومينس جاسترو ديسكايدس هومينس دي دي الوحيدة في الانتستانomos اللي بتعيش في اللارج انتستrange ما دي الوحيدة اللي بتعيش فيه للارج انتستن علشان كده بيسموها القولونيك تريماتودة أو في إيشيا كولونيك تريماتودة في إيشيا لأن هي موجودة في أسيا برضو في الأسان répشون بتاع الهند وموجودة بتعيش في السيكون بتاع البني أدمين ليها ريزروفار هوست و مهم قال لك البيكز والمانكي ممكن ينقلوا الاجستردسكويدز او ممكن يبقوا معادين بالجستردسكويدز هومينس الفرست انترميديت هوست بتاعها قوقع اسمه بلانوربيدسنيل قوقع اية اسمها بلانوربيدسنيل وبتتنقل زي الفاشيلوبسس عن طريق البيلينج الووتر كالتروب بايتيس انه هو النبات الووتر كالتروب ده ان انا ايه اقشره ببقي بالسنان فتيج الانسستمتة السيركريا واجيلي جستردسكويدز هومينس بتبقى اسمتوماتيك ولو في ديزيز بيبقى مالد انتستان للديزيز شوية واجع شوية ضائرية شوية فيفر منتشخصها ان انا بلاي الاكز بتاعتها في الستول تريتمنت بتاعها برضو برازيكوانتال زي كل تريماتودة كلهم علاجهم برازيكوانتال وقال لك ديزي انا ممكن ادي العين انيما لان هي موجودة في اللارج انتستان فانا ممكن اديله زي حقنا شراجية حيث ان هي ايه تنزل الدود thank you